السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابناء وابنات طلاب وطلبات الصف الرابع الانتدائي اهلا بكم في الحلقة الخاصة بمراجعة ليلة الامتحان. حلقة النهاردة مهمة جدا لازم تركز معي فيها لان انا هعرفك النهاردة الشكل العام للامتحان ايه? عدد الاسئلة كام? كل سؤال بتحله ازاي? وجاب لك النموذج المعتمد من وزارة التربية والتعليم. وبعد كده ان شاء الله هنحل مع بعض اسئلة كتير جدا ودربك على اهم الاسئلة المتوقعة في الامتحان. زي ما انت شايف النموذج اللي قدامك ده النموذج المعتمد من وزارة التربية والتعليم. والامتحانة عبارة عن سبع اسئلة. السؤال الاول اللي انت شايفه قدامك ده سؤال listening. سؤال استماع. انت بتسمع عليه قطعة بيقولها المعلم في لجنة الامتحان. وبعد كده بتقرأ الجملة. الجملة اللي بتقرأها لو كانت جملة true فبتكتب هنا تي. بتكتب هنا قصادها هنا تي. اللي هي true. اما لو كانت false فبتكتب هنا حرف الف فتبقى الجملة false. وبتنفذ الكلام ده في الاربع جمل اللي قدامك. السؤال التاني ده عبارة عن قطعة. القطعة دي فيها تلت فراغات. وجايب لك اربع كلمات. زي ما انت شايف الاربع كلمات اللي انا بحدد لك عليهم دول. بتقرأ القطعة دي كويس وبتشوف الكلمة المتناسبة هنا بتجيبها تكتبها وهكذا في رقم اتنين وهكذا في رقم تلاتة. السؤال التالت ده سؤال matching. ده سؤال توصيل. عندك اربع جمل اهمة. وان تو ثري فور. وعندك هنا خمس اختيارات. بتقرأ الجملة الاولى كويس اللي انا بحدد لك عليها دي. اللي هي اروز استولر. وبتشوف الاجابة بتاعتها المناسبة بتاعتها. وبتكتب رقم الاجابة هنا. ركز بتكتب رقم الاجابة قصادها. يعني مثلا اروز استولر اجابتها هنا. فبتكتب هنا نمبر وان. السؤال الرابع وده عبارة عن بسج قطع. قطع قصيرة وغريبا يعني كل الكلمات اللي فيها مفيش كلمات فيها جديدة خالص. بتقرأ القطع كويس. وبعد ما بتقرأ القطع بتحل عليها اربع اسئلة. السؤالين الاولانيين ده سؤالين اختياري. كل الاجابات من القطع من فوق. يعني انت بتقرأ الجملة كويس. وبتشوف الاجابة الصحيحة بناء على القطع. السؤالين اللي بعد كده برضو بتجيب اجابتهم القطع من فوق. يعني بتقرأ السؤال وبتدور على طبعا الاجابة بتاعتها فوق. هتلاقي مسلا الاجابة بتاعتها فبتجيب الجملة دي بتكتبها هنا في السطر الفاضي. السؤال الخامس ده عبارة عن سؤال ترتيب. عندك تلات نقط. المطلوب منك ان انت ترتب الجملة ترتيب صحيح عشان تدي معنى. والمفروض ان انت بتكتب الجملة على السطر اللي تحت ده. السؤال السادس وده سؤال على ما الترقيم. بيجيب لك جملة او سؤال. المفروض بيبقى فيها غلطتين زي ما انت شايف كده. يعني السؤال اللي قدامك طبعا عندنا حرف هنا هيبقى وفي الاغر هنا هحط علامة استفهام. اخر السؤال في الامتحان وده السؤال السابع. وده عبارة عن مطلوب منك تكتب تمنتاشر كلمة. عن موضوع بيجيبهه لك. يعني هنا جيب لك الموضوع عن المفروض ان انت تكتب تمنتاشر كلمة. معدل مسلا يعني اربع سطور او حاجة. وبتستخدم الكلمات اللي هو جيبها لك. يعني هو جيب لك هنا كلمة وكلمة المفروض ان انت بتكتب العنوان اللي هو ده في نص السطر هنا. وبعد كده بتبتدي تكتب الجمل بتاعتك مترتبة. وانت بتكتب الجمل بتاعتك لازم تحافظ على علامات الترقيم. تخلي خطك حلو ومفرط. ده كده يبقى اخر سؤال معاك في الامتحان. طبعا في ناس بتسأل مش هيبقى فيه طبعا آآ اسئلة اختياري او حاجة. طبعا ده النموذج المعتمد من الوزارة. ما فيهوش طبعا ولا سؤال خالص كل الاسئلة زي ما انت شايف وزي ما انا علمتك. يلا بنا عشان نحل بقى النموذج الوزارة ده. ونحل بعد كده تدريبات كتير ان شاء الله. زي ما قلنا يا شباب السؤال الاولاني معنا ده سؤال ده سؤال استماع. خلاص بقى نحل السؤال التاني اللي هو سؤال آآ تكملة. عند كلمة طبعا كده نقرأ مع بعض. منزلي قديم. عايز اخليه. جميل. اي نقط ات اي ايه بقى? ايه بقى? ايه بقى? ايه بقى? ايه بقى? اللون الجديد اغدر وحمر. ايه بقى? صحبي ساعدني او صديق ساعدني. ونقط ايه بقى? ايه? ايه بقى? ايه بقى? ايه بقى? ايه بقى؟ ايه بقى? ايه بقى؟. ايه بقى? ايه طبعا انت عارف ان في المقارنة الصفة اللي مضاف لها لازم يجي بعدها كلمة فتبقى الاختيار هو الاختيار الصحيح. يبقى الفلاحين المصريين بيربهم. يا طرى بيربوا ايه? طبعا احنا قريرا الاختيار ده احنا بنقرأ اللي هي طبعا اجابة نمبر ايه اللي هي بيربوا الدجاج. ثري. the lion is the. ها طبعا الاجابة بتاعتها ايه? most dangerous animals. for the phoenix fox has. طبعا اجابتها ها اجابة نمبر سي. السؤال الرابع اللي هو سؤال البسج. تعالوا نقرأ البسج مع بعض. the elephant is a big animal. الفيه الحيوان ضخم. it has a long nose and big ears. عنده طبعا انف طويل واذن كبيرة. elephants need to leave in very large areas. الفيلة طبعا محتاج انها تعيش في اماكن كبيرة ووسعة. ليه? because they eat and drink so much. لان هما بيشربهم وبياكلهم كتير. they eat grass and leaves. بياكلهم الاعشاب واوراق الاشجار. they are mammals. طبعا هما من الثديات. they have four legs. عندهم اربع ارجل. we can see elephants in the zoo. ممكن نشوف الفيلة في حديقة الحيوان. or watch them on tv. او نشاهدهم في التلفزيون. the elephant is bigger than the mouse. طبعا الفيل اكبر من الفقر. dogs are thinner than elephants. والكلاب ارفع من الفيلة. السؤال الاول اللي choice ده. elephants have nought ears big ولا small ولا thin ولا tall طبعا elephants have big ears. two elephants leave in nought see home large areas small areas طبعا لسه قرقنا حالا اجابة نمبر سي large areas. السؤال اللي بعد كده برضو من القطعة. what does elephants eat? ايه اللي الفيلة بتاكله? فاكرين? طبعا elephants eat grass and leaves. two which animal is bigger? the elephant or the dog? ايهم اكبر الفيل ولا الكلب? طبعا the elephant اللي هو الفيل. السؤال الخامس اللي احنا قلنا عليه سؤال الترتيب. one طبعا عندي our two we food teeth with. طبعا هيكون الترتيب هنا we two food with our teeth. two you make how flapjacks do? هيكون الترتيبها how do you make flapjacks? three a fox then a snake more dangerous is. هيكون ترتيبها a snake is more dangerous than a fox. بعد كده السؤال السادس وده سؤال علامات الترقيم how do we breeze? طبعا عندي هنا هتبقى وحط في الاخر السؤال السابع ده سؤال المفروض تكتب فيه 18 كلمة عن آآ رأس الموضوع اللي هو جيبه لك اللي هو وهتستخدم الكلمتين وتستخدم اي كلمات تانية انت عايزها. اي كلمات تانية انت عايزها. يعني انت ممكن الجملة الاولى هنا هتكتبها بعد ما هتكتب في نص السطر هتبدأ الجملة الاولى تقول ده طائر عنده اجنحة كبيرة. ممكن اقول هو خطير جدا. هو بيعيش فيه اماكن كبيرة. انا عايزك تفكر في الجملة بالعربي وتكتبها بالانجليش وتكتبها بالانجليزي وما تحاولش تجيب كلمات انت مخدتهاش. فكر في الجملة كده. الجملة طبعا لازم تكون فاعل وفاعل ومفعول وتكتب الجملة بخط كويس وبخط حلو وتحافظ على بتاعك. تعالوا ناخد تدريب كمان على السؤال التاني اللي هو سؤال التكملة. عندي كلمة الاسبوع الماضي انا رحت لحديقة الحيوان مع عائلتي. انا شفت كتير من طبعا انيمالز الحيوانات. شفت القرود. شفت القرود. كبير الحج. طبعا هنا ايه. تعالوا ناخد كمان مثال على التوصيل. عندي نمبر ون. ازرع باتر اند هاني. طبعا ازرع اشجار كتير. ها طبعا اجابة نمبر بي. عشان تحصل على هواء ناقي. ايه بعمل فلاب جاكس بايه? طبعا اجابة اجابة نمبر ايه. ات كان فلاي انزا سكاي. يقدر يطير في السماء. لما تغادر الحجرة. طبعا اجابة نمبر سي. يعني اطفئ الانوار. تعالى ناخد مثال على الترتيب. one dangerous are not dolphins. هيكون ترتبها. dolphins are not dangerous. يعني الدلفين حيوانات مش خطيرة. two long does how leave it? هيكون ترتبها how long does it leave? three big have they teeth. هيكون ترتبها they have big teeth. يلا مسال على البنكتشوشن. we grow cotton in ايجيبت. طبعا عندي حرف W وهنا لازم يكون وفي الاخر هنا هحط. وبكده يا شباب نكون وصلنا لها حلقة النهاردة. اتمنى من ان انتم تكونوا استفدتوا وتعلمتوا حاجات الجديدة النهاردة. ما تنسوش لو اعجبكم الفيديو وتعملوا شهروا لايك. لما كنت تشتركت في القناة اللي تشترك وتفعل زر الجلس عشان اوصل لك الفيديوهات الجديدة. اشوفكم على خير الحلقة اللي جاية في فيديو جديد.